الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فإن الحياة أغم صعوباتها وتحدياتها مفعمة بالأمل فلا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس ولا يستطيع الإنسان أن يحيى حياة طبيعية بلا أمل ولولا الأمل ما زاكى طالب ولا اجتهد ولولا الأمل ما زاع فلاح ولا حصد حتى مع الإشراف على الموت قيل لأحد المسنين ما لك تعنى بزاعة النخيل وقد لا تحيا حتى تأكل من ثمه فقال لمن قال له ذلك يا بني زاع من قبلنا فأكلنا ونحن نزاع ليأكل من بعدنا ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها وفي رواية فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها أي عليه أن يعاجل الزمن حتى يغرسها شتلة النخيل أو الزروع أو نحو ذلك تأكيدا على أهمية العمل وعلى أن الإنسان لا يعمل لنفسه فقط إنما يعمل لشعر في العمل ولنفع الإنسانية حتى إن كان على مشاعر في الساعة إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها الأمل شيء هام حتى عدى العلماء الإحباط واليأس والتيئيس والقنوط من رحمة الله من الكبائر يقول الحق سبحانه وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ويقول سبحانه وتعالى في صورة سيدنا يوسف عليه السلام إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافعون الحياة بلا أمل حياة جافة قاحلة شقة عابسة كئيبة محبطة أما الأمل فشيء حل شيء جميل يقول الشاعر قال السماء كئيبة وتجعم قلت ابتسم يكفي التجغم في السماء قال الليالي جرعتني على القمة قلت ابتسم ولئن جرعت على القمة فلعل غيرك إن رآك مؤنما طاك الكآبة جانبا وتبسما ويقول الآخر يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسنا فإن الكافي الله فإذا بليت فإن الذي يكشف البلوى هو الله هو الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسنا فإن الكاشف الله فإن الكاشف الله والله ومع هذه الجائحة التي أصابت أصابت البلاد والعباد في مشارق الأرض ومغاربها ومغاربها كتبت مناجيا رب العزة رب العزة عز وجل الناس عاجزة الناس عاجزة لا شيء ينفعها إلا رجاؤك يا زلمن والقام مصر الكنانة مصر الكنانة لطفا منك تحفظها حصن العوبة والإسلام من قدم ومن سواك لهذا الفضل نقصده ومن سواك لعفع القرب والغمم أنت الكريم أنت الكريم فما تخيب قاصد أنت المجيب وشافي الأدواء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا من أمره إذا آد شيئا أن يقول له كن فيكون نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأصرت به في علم الغيب عندك أن تعجل برفع القرب والبلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا وسائع بلاد العالمين أنت الكريم فما تخيب قاصد أنت المجيب وشافي الأدواء عز المصاب على الرضيع وأمه ناء من تعزل عن رضيعها ومن تلد وسط الجائحة عز المصاب على الرضيع وأمه في الحجر طانوا نحوه بعناء تنظر إلى طفلها ولا تستطيع أن تحتضنه ولا أن ترضعه وتود لو تفدي ضماها بنفسها يا للأمومة تحت قهر الداء يا ربي يا ربي فالركابها وقوبنا لتبدل السراء بالضراء أنت القدع ومن سواك بقادع أنت القدع ومن سواك بقادع يا ربي منّ برحمة وشفاء على العالمين على البشرية أجمعين بفضلك وكامك يا رب العالمين لنيأس خليلي خليلي إن العصى سوف يفيق خليلي إن العصى سوف يفيق وإن يصان في غد لخليقه ويقول الحكماء لا يغلب عصر يصرين يصعا قبله ويصعا بعده وقال الحكماء قديما اشتدي أزمة تنفاجي وشدة ظلام الليل إيزان بطلوع الفجر علينا أن لا نيأس وأن لا نحبط وأن لا نكتئب وأن لا نفقد الأمل والثقة في الله عز وجل فأب العزة عز وجل قادر إنما أمعه إذا آد شيئا أن يقول له كن فيكون ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها يا رب يا رب افتح لنا أبواب رحمتك خيرا أن الأمل بلا عمل أمل أعاج لا يقوم على ساقين إنما يقوم على ساق واحدة وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم اززقني وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة الأمل الحقيقي هو القائم على العمل المبني على الأغذب الأسباب وعندما مثلا ننظر في هذا الصحابي الذي جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أطلق ناقتي أي أتركها بلا قيد ولا عقال وأتوكل أو أعقلها أي أقيدها وأربطها وأتوكل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل عندما نطبق ذلك على وقعنا بعض الناس دون فهم الحقيقة التوكل يا سيدي يا أخي توكل على الله ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك في تفسير خاطئ للنصص صحيح ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك لكن عليك أن تأخذ بأقصى الأسباب وبقوة وبأسباب العلم ومن توفيق الله لك أن تأخذ بهذه الأسباب فعندما نطبق ذلك على وقعنا نقول علينا أن نأخذ بتوجيهات أهل العلم خباء الصحة والطب فنقول ارتدي الكمامة وتوكل ارتدي الكمامة وتوكل وبالطبع عندما نتحدث الآن فقبل دخولنا وأثناء دخولنا وعند خروجنا إنما نلتزم بارتدائها التزاما دقيقا ومع ذلك نؤكد أن جميع الموجودين داخل الاستوديو والقائمين على العمل بلا أي استثناء الجميع ملتزمون بالكمامة والتباعد وعدم المصافحة وعدم المعانقة والأغذي بالأسباب ونحن منذ أول دخولنا إلى جلستنا وعند خروجنا نلتزم أيضا بارتداء الكمامة وكذلك في مكاتبنا وفي تحركاتنا نلتزم بها فنقول ارتدي الكمامة وتوكل تجنب المصافحة وتوكل تجنب المعانقة وتوكل نظف يديك اتباعا وتوكل تحر المكان المحيط بك وتوكل حقق التباعد وتوكل عندما تفعل ذلك تكون قد حققت معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل ثم عليك أن تعلم أن نفسك أمانة عندك وأن نفوس الآخرين أمانة وأن حماية النفس من أعظم مقاصد الإسلام ومقاصد جميع الأديان فمقاصد الأديان توجب عليك حماية نفسك وتوجب عليك حماية الآخرين الأمر لا يترقب فقط عند حدود الدنيا ولكنك إن قصرت في حماية نفسك أو في حماية الآخرين فضلا عن أنك تعرض نفسك لمخاطر الهلاك فإنك تعرضها أيضا للإثم والمعصية ومن لم يتعز الآن فمتى يتعز ومن لم يتعز بتخطف الموت من حوله فلا وعظ له والشقي من وعظ بنفسه والسعيد من وعظ بغيره ثم نؤكد في الختام أن واجب الوقت الآن هو التراحم والتكافل وأن إخراج الزكاة لعلاج المرضى وتجهيز المستشفيات وتوفير الأدوات اللازمة للتطيير والتعقيم من أولى الأولويات وأن التوسع في الصدقات هو واجب الوقت نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الفهم لديننا وأن يرزقنا سخاء اليد والنفس وأن يرزقنا لالتزام لالتزام بما يحافظ على أنفسنا وأنفس الآخرين وعلى مجتمعنا وأن يهدينا إلى سواء السبيل وأن يجعل بلدنا آمناً أماناً سخاءً آخاءً وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا وسائر بلاد العالمين اللهم إننا نسألك أن تشفي مرضانا ومرضى العالمين اللهم إننا نسألك الشفاء لكل مريض اللهم شفاءً عاجلاً غير آجل شفاءً لا يغادر سقما أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك نسألك أن تعجل بالشفاء من كل داء لكل مريض وأن تقينا الأدواء والبلاء إِنَّكَ وَلِيُّ زَلِكَ وَالْقَادُوا عَلَيْهِ وَلَا مَلْجَأَ لَنَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ لَيْسَ لَنَا رَبٌّ سِوَاكَ نَدْعُوهُ أَوْ نَاجُوهُ وَنَحْنُ عَلَى بَابِكَ فَلَا تَعُدَّنَا خَائِبِينَ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة